تشكل أشعة فوق البنفسجية حوالي 10% من إجمال الإشعاع كهواناتيسي الصادر من الشمس تتراوح أطوال الأمواج الفوق البنفسجية من 400 نانومتر إلى 10 نانومتر مع مستويات طاقة تتراوح بين 3-1 من 10 إليترون فولت إلى 12 إليترون فولت ينبعث الإشعاع فوق البنفسجي من الإلكترونات المثارة على سبيل المثال ضعف اعتبارك نموزج بور لنرة الهيدوجين مرة أخرى يكون للإلكترون في المدار الأول طاقة مقدارها سالب 13.6 إليترون فولت وفي المدار الثاني يكون لديه سالب 3.4 إليترون فولت من الطاقة إذا اكتسبت الإلكترونات طاقة كافية فيمكنه القفز من المدار الأول إلى المدار الثاني وعندما يعود إلى المدار الأول فإنه ينبعث منه طاقة مقدارها 10.2 إليترون فولت وهو ما يتوافق مع طول موجي مقداره 122 نانومتر وهذا طول الموجي يقع في مدى الأشعة فوق البنفسجي كما تعد الانتقالات الإلكترونية بين مستويات الطاقة لذرات الزيبق والهيليوم والكربون من المصادر الرئيسية للإشعة فوق البنفسجي يقسم الإشعة فوق البنفسجي إلى ثلاث مجموعات بناء على طول الموجي والتردد والطاقة الأشعة فوق البنفسجية A التي تتراوح من 400 إلى 320 نانومتر والأشعة فوق البنفسجية B التي تتراوح من 320 إلى 280 نانومتر والأشعة فوق البنفسجية C التي تتراوح من 280 إلى 100 نانومتر الأشعة فوق البنفسجية C هي أكثر ضررا ولكن ما هو الضرر المتسبب بوسط هذه الأشعة؟ تعمل أجسامنا بناء على الحمض النووي الذي يحدد عمل الخلية يتكون الحمض النووي من جزيئات معقدة والجزيئات مكونة من ذرات وعندما تتعرض للإشعاع فوق البنفسجي فإن إلكترونات جزيئات الحمض النووي تنفص طاقة من الأشعة فوق البنفسجية وتخفز إلى مستويات طاقة أعلى يمكن أن يؤدي هذا التغير المفاجئ في موضع الإلكترون إلى كسر الروابط بين الضرات في الجزيئ مما يتسبب في انهيار بنية الجزيئ ويؤدي هذا الانهيار الجزيئ إلى تلف في الحمض النووي ويصبح غير قادر على توجيه الخلايا بشكل صحيح يمكن أن يؤدي هذا إلى حالات ضر مثل السرطان وحروق الجلد وتلف العين وإضعاب جهاز المناعة ولكن لحسن الحظ تنتص طبقة الأوزون معظم الأشعة فوق البنفسجية تحتوي طبقة الأوزون على جزيئات الأوزون وعندما تصطدم الأشعة فوق البنفسجية بهذه الجزيئات فإنها تتفكك إلى جزيء الأكسوجين وذرات الأكسوجين المنفردة تنتص هذه العملية طاقة الأشعة فوق البنفسجية وتمنعها من الوصول إلى سطح الأرض ثم تعيد ذرات الأكسوجين الفردية تجميع جزيئات الأكسوجين لتكوين جزيئات الأوزون مرة أخرى تحافظ دورة الإصلاح المستمرة للأوزون على الحياة على الأرض من الأشعة فوق البنفسجية الضارة ترجمة نانسي قنقر